أعزائي مشاهدين قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة بخصوص موضوع من بوضوعات اليهودية حلقة اليوم سوف تقدم عرضا لممارسة مظهر وغريب في اليهودية وهذه الممارسة وجدت كثيرا من التعليقات الأعزاء المسلمين الساخرة من هذه الممارسة حلقة اليوم سوف تصلد ضوءا عليها وترى هل هذا الموضوع يدعو إلى ما يسمى السخرية أو العبث أو الاعتزاز بالذات أم أنها ممارسة موجودة في كل ثقافة وكل دين ربما بأشكال مختلفة سوف نتحدث عن وصية أو ما يمكن أن تباره ممارسة في داء الحمار البكر وهي بالعبرية تسمى بيتغ خموغ في النقطة الهامة الأولى كمقدمة الكتاب المقدس ينظر بشكل خاص إلى أن المولود الأول لكل كان حي له أهمية خاصة فنظرة الكتاب المقدس أن كل بكر كل كان حي هو ملك لله في سفر الخروج يقول قدس لي كل بكر كل فاتح يرحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم هذا الاعتقاد أن الإنسان يعتقد بأن أول مولود بين المؤمنين هو بغض النظر بشر أو حيوانات هو ملك لله يجب أن يقدم بطريقة من الطرق إلى الله وهذا ينطبق طبعا على حيوانات الكوشر مثل البقار والغنم والمواعز فهي في الاعتقاد اليهودي طعطى البكر أو الحيوان من البقر والغنم والمواعز طعطى للكال يقدمها الزبيحة في أورشاليم وكانت ذلك يتم حتى دمار الهيكل ولكن يوجد أمر كان نافت للنظر أنه يوجد استثناء أنه في بكر حيوان ليس بكاشر أو ليس بحيوان حلال مع ذلك النص يقول لدينا نص كتابي أنه يجب أن يقدم يعتبر يجب أن يفدى وكأنه زو تقديم ما يقدم يقول سفر الخروج 13-13 ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة وأن لم تفديه فتكسر عنقه وطبعا يعيد الأمر في نص آخر في سفر الخروج 24-20 إذن ليس جد لدينا نصان يؤكدان على أنه يحرم استخدام بكر الحمار اللم يفدى بطريقة ما البعض صفة يسأل يعني وكأنه يعطى لبكر الحمار مكان ما معين أو نوع من القداسة إذن تبر أنه يستحق أن يقدم فداء يأخذ بدل عنه حيوان ما معين ويقدن فداء فهذا السؤال ممكن يعني شخص يطرحه بشكل بين قبسان الساخر ويمكن أن يطرحه بشكل جدي بمعنى يريد أن يفهم الحيسيات وراءه أولا حسب النص أعلى من ناحية النظرية بما أن يجعل هذا الحيوان يجب أن يغدى فمن الطبيعي أن مجرد ما يولد أول حمار بكر الحمار يجب أن يقدم للكين حتى يتم تقديمه كذبيحة ولكن كون الحمار لا يصلح أن يكون ذبيحة فيجب أن يستبدل فإذن استبدال واجب لماذا؟ حتى يقدم بدل عنه للهيكل وبالمناسبة في هذه الفترة الحيوان قبل أن يقدم عنه أي شيء لا يجوز الاستفادة منه لو الشخص كان عنده هذا الحال لا يجوز له أن يستفيد من هذا الحيوان حتى يتم فدعه وكل ما كان أسرأ كل ما كان أفضل الفداء يكون بأخذ غنم أو معز أو أي شيء قيمة مساوية للحمار وتلاوة بركة معينة يقوم فيها الشخص يقول أن هذا الحيوان هو مقابل الحمار الخاص الذي كان يجب أن يقدم وبعد ذلك بعد أن يتم هذه العملية ويأخذ الحيوان البديل إلى الكاهن وكان يقوم بالذبح أو تقديمه للهيكل إذن يصبح هذا الموضوع حمار عادي ما عنده أي أهمية ويصبح قادر للاستفادة منه بالنسبة للصاحب الحيوان البعض يسأل لماذا كسر الانق قصرا؟ لماذا إذا الشخص ما استفاد من هذا الحيوان يقتلوا بطريقة كسر الانق الأراءة مختلفة طبعا وليس البعض تقول أني كونس دبح الحيوان يحمل الدلال أن هذا عمل مقدس فلا يجوز زبح الحمار حتى لا يتم الخلط بينه وبين الزبح من الزبائح الحقيقية لأنه بالأخير الحمار هذا ليست زبايا حقيقية الأمر اللافت للنظر أني في طرحه كثير من الناس أني طيب كل الحيوانات الكاشير مفهوم سبب اختيارها أن يتم اختيار البكر وتقديمه إلى الهيكل ولكن لماذا هذا الحيوان الوحيد الغير كاشير له هذا الاستثناء على ذلك قال البعض أني ربما كان هذا المثل ويجب على الشخص أن يأخذ كل الحيوانات مهما كانت ويقدم إلى فداء بطريقة من الطرق وطبعا البعض قالوا لا هذه حيوانات خاصة الشخص المهتم في النقاشات التاريخية والفقهية والعقائدية يمكن أن يجب فيه كتب العلمية التفاسير العلمية لسفر الخروج مناقشات العلماء في هذا الشأن طرحوا اليهود سؤال على أنفسهم بمعنى علماء اليهود لماذا تم اختيار الذين قالوا طبعا أن الكلام يتحدث فقط عن الحمار لماذا تم اختيار الحيوان فقط هذا الحيوان دون غيره من الحيوانات البعض الأول تفسير الأول قال أننا ليس بالضرورة أن يكون لدينا تفسير أو سبب منطقي لأمر من أمر التوراة يعني عندما يأتي الله بأمر ما في التوراة هذا الرأي موجود في التلمود نحن ليس بالضرورة لدينا تفسير أو مبرر منطقي يقول الحبر حنانيا في التلمود لما طرحوا عليه السؤال أني حنانيا طرح السؤال على حبر آخر اسمه ألي عازر أني ما هو تفسير فرد علي ألي عازر قال له ليس بالضرورة نحن لدينا تفسير ولكن مع ذلك ألي عازر كمل وقال باعتقاده أني ربما يكون كونه الشعب احتاج إلى الخروج إلى استخدام حيوانات الحمير ويساعدته ساعدة الشعب في نقل الأمتعة ونتنقل ونقل الأشياء الخاصة فنؤمن التكريم لدور هذا الحيوان في الخروج وللتسكير الإسرائيليين في هذه المسألة فتم اختيار نقرأ في التلمود قال الحبر حنانيا سؤالته الحبر آلي عازر في خاعة الدرس الكبيرة بأي طريقة يختلف بكر الحمير عن بكر الأحصنة والجمال أي عن الحيوانات الأخرى غير الكاشير التي لا تفضى فأجابني الحبر آلي عازر إن حكم التوراة فضلا عن ذلك فأن الحمير أعانت الشعب اليهودي في زمان خروجه من مصر إذ كان مع كل من الشعب اليهودي تسعون حمارا نوبيا التي اعتبرت ذات أهلية أعلى والتي حملت بالفضة والذهب المصريين في هذا الفتة المود البابلي برخوت خمسة بين فإذن بالمناسب الحمار النوبي والحمار يبدو كان مرتفع الثمان الشهر في شمال أفريقيا ومعروف أيضا بتسميه أخرى الحمار الليبي المدراش رباه قدم تفسير آخر قال أني تذكير هذا الأمر حتى يذكر الله بالمعجزة اللي عمله معه عندما شخص بتذكر فالله بيذكر الشاب المعجزة اللي عمل معه وبيضيف في الوقت الذي حفظ الله أبكار اليهود فلهذا نستبدأ الحمار بالخروف هو نوع من المماثل اللي يظهر أن الله خلص اليهود المشابهين للخراف أنا عندي اجتهاد بحث عن موضوع هذا قدم اجتهاد الشخصي أنا باعتقادي أني في الأحد القديم الحمار كان له أهمية خاصة جدا ربما نطلق عليه مثلا سيارة متينة ولكن ليست غالية السمن فالشخص اللي عنده سيارة في الوضع المعاصر فإذا عنده قدرة أني ربعط عليه بركة خاصة في حياته وهي أمر متوفرة عن شريحة كبيرة من الناس السيارة ليست من نوعي فارهة ليست غالية السمن ممكن تكون متوفرة عن عدد كبير من الناس فالله عندما اختار هذا الحيوان اختار حيوان يستخدم قبل الغالبية العظمى من الناس حتى يعترفوا بأن الفضل بحياتهم اليومية للله فأنا أعتقد الشخصي أن هذا هو الله لأهمية الاقتصادية في العالم القديم للحيوان الله أعطان تشريح لا يتذكرون هذا الحيوان الضروري في حياتكم اليومية هو على هذا التشريح البعض أنا فقط كتعليق أخي ممكن اللي أنا شاهدته في بعض الفيديوهات باللغة العربية لا سيمة من مواقع أعزاء مسلمين كانت تسخر من هذا الموضوع وتقول أني انظروا واستخفاف لنقرأ في صورة النحل ألا نوجد نوع من المشبهة والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومن التأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم بلدين لم تكنوا بالغين وبالتابة الآية 8 والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة فإذا القرآن يستشهد على المسلمين بأنه بفضل الله أنه وفر لهم الخيل والبغال والحمير فلماذا يتناسل بعض هذا التفصيل ويسخر من ممارسة تقصية يقوم بها آل يهود وفي حين أنه قرأني يكرم يسكر بالتكريم الخيل والبغال والحمير فالنصيحة للأعزاء أني قبل أن توجه نقدا للآخرين تعلم أن تقرأ ذاتك قبل أن توجه نقدا للكتاب المقدس أو لممارسات الآخرين حلقة اليوم انتهت وشكرا جزيلا ونتمنى اللقاء معكم في حلقة قادمة في موضوع جديد اشتركوا في القناة